هلا وغلا اليوم جبنا لكم ألعاب تسببت بجدل كبير في دول مختلفة حول العالم لأسباب مختلفة وقبل ما نبدأ لا تنسوا اضعوا اللايك واشتركوا في القناة والحين خلونا نبدأ 6 Days in Fallujah هذه اللعبة المبنية على حرب أمريكا والعراق وكانت بتصدر فيه فترة 2009 من شركة كونامي المعروفة لكن تم إلغاها لأنها سببت جدل كبير جدا وهو أنها أظهرت الجنود الأمريكان في الحرب على أنهم أبطال وشجعان وبواسل وهمشت العراقيين على أنهم إرهابيين وأشراب ويعتبرون على كلامهم أضرار جانبية هذا طبعا أدى إلى غضب الناس خصوصا العرب وكانمي شافت الوضع ما يستاهل وألغت اللعبة وشطبتها من اللائحة الألعاب الخاصة فيها تماما المصيبة الحين أنه مؤخرا لقوا المطورين ناشر اللعبة هذه باسم فيكتورا وتم الإعلان أنها بتصدر في هذه السنة وعذرهم أنهم قالوا ما رح يدخلون السياسة في اللعبة هذه المرة طبعا مجددا أدى هذا إلى جدل كبير جدا في منصة تويتر ومنطور الألعاب المشهور صاحب الأصول العربية رامي إسماعيل كتب ثريد كامل يعبر عن استياءة عن إصدار هذه اللعبة في تويتر ما ندري نشوف إيش المستقبل بيخبي لنا وهل راح تلغي اللعبة مرة ثانية ولا لا؟ أتمنى أنها تلغي نعم وتنمحي من الوجود لعبة حيترد هذه اللعبة صدرت فقط على أجزة البي سي في عام 2015 ما فيها ولا فكرة ولا قصة كل اللي تسويه أنك تذبح وتقتل الناس وتسبب مشاكل كثيرة في المدينة وأيضا تسبب مجزرة كبيرة جدا اللعبة هذه تسببت في جدل كبير جدا بسبب وحشيتها المفرطة وأيضا القتل الغير مبر لله في اللعبة للأبرياء فيه خصوصا للناس والشرطة العاديين وطبعا قالوا أنها تأثر في نفسية اللاعبين وتخليهم يميلون إلى الوحشية والعنف أكثر تم معها في بعض الدول العالم وسحبها مؤقتا وقتها من متجر ستيم وأيضا يوم مصدر اللعبة أطلقت منصة تويتش تعميم قالوا أنه يمنع بث اللعبة في المنصة وهذه اللعبة أخرى تحمل على تصنيف A.O أو Adult Oriented وطبعا هذا معاته للكبار فقط المطورين إيش كانوا يفكرون وقته لم يسون اللعبة؟ ما تدري صراحة لعبة Man Hunt اللعبة هذه تسببت في جدل كبير جدا أيضا وقتها لما صدرت ومنعت من دول كثيرة أيضا والسبب بسيط جدا وحشية طرق القتل في اللعبة اللي موجودة فيها فكرة اللعبة أنك تلعب بشخص على أنه يقتل مجموعة تطارده يعني هنا في قصة للعبة وطبعا عليك استخدام التسلل في القتل وأيضا استخدام الأسلحة الموجودة في كل مرحلة اللعبة قريبة جدا من أسلوب Hitman لكن بوحشية أكثر في القتل وهي من تطوير الاستوديو العريق الرهيب Rockstar الشهير وصدر منها جزء ثاني أيضا واللي من جد يضحك في الموضوع إن الجزء الثاني صدر أيضا على جهاز Nintendo Wii جهاز Nintendo Wii فيه لعبة دموية ووحشية وصدرت عليه حاجة غريبة جدا شخصيا أحب اللعبة هذه وأتمنى نشوفها ريميك أو ريماستر لها كانت جدا ممتعة وقتها وكانت أيضا على فكرة تصنف على أنه لعبة رعب ما هي لعبة مغامرات أو أكشن فقط لعبة Rule of Thrones هي في نظري شخصيا وحدة من الجواهر المخفية على جهاز البلاي سيشن 2 اللعبة فكرتها أنك تلعب بفتاة شابة تروح لمكان ما وهناك يقبضون عليها مجموعة من الأطفال المشاكسين ويحبسونها ويخلونها تلبي طلباتهم الغريبة وتقوم بمهام غريبة أيضا اللعبة تصنيفها رعب نفسي وقصتها كانت جميلة والموسيقى وحتى الرسوم فيها أيضا وقتها جميل الجدل اللي تسببت فيه اللعبة أن الأطفال اللي فيها كانوا يسوون مشاكل وكانوا يعتبرون شيء مرة غلط طبعا هذا الكلام فقط في بريطانيا لأن بريطانيا ألغيت هذه اللعبة تماما بعد إصدارها على طول وتم سحبها من الأسواق وقتها أما في أمريكا باعت بشكل طبيعي وما قالوا شيء يعني لعبة تصنيفها رعب نفسي ووش كنتوا قعوا منا يا بريطانيا؟ أعيد وكرر أنها من أجمل ألعاب اللي لعبتها وقتها وأتمنى نشوفها ريميك أو ريماستر لها وكانت حصرية فقط على جهاز البلاي سيشن 2 إذا أحد لعبها اكتبوا تحت بالكومنت إيش كان رايكم فيها لعبة Call of Duty Modern Warfare 2 هذه اللعبة غنية عن التعريف وفضل الألعاب في السلسلة العريقة بالنسبة لبعض الناس أو الفانس حقين اللعبة وسببت جدل كبير أنه كان فيها مرحلة وحدة فقط فيها مشاكل ومرحلة هذه أكيد عرفتوه أنتم على طول هي أنك تلعب داخل مطار وعليك داخله أنك تقتل أكبر عدد من الناس الأبرياء يعني تسوي مجزرة بشرية وهذا الشيء أدى إلى مشاكل في بعض الدول ومنعت هناك روسيا سووا حركة رهيبة أنهم أصدروا لعبة عندهم لكن اللي سووا أزالوا المرحلة تماما منها لعبة Postle Apostle 2 هذه السلسلة سببت جدل كبير جدا في العالم وقتها فكرتها أنك تلعب بيعامل بريد عند مشاكل نفسية وأدى ذلك في النهاية أنه يقتل أبرياء وحتى الشرطة بعد ويسوي مجزرة من غير أي هدف تم معنىها من دول كثيرة جدا وأكثر شيء تسببت فيه اللعبة للجدل أن هذا الشيء الذي يحدث في اللعبة شيء حقيقي وتكرر كثير جدا في عالمنا لأن العاملين في البريد الأمريكي تجيهم مشاكل نفسية وتسبب إلى عمل مشاكل وأحيانا قتل الناس في مجزرة هذا الشيء بدأ من فترة السبعينات واستمر إلى فترة 2017 وأطلقت مقولة Going Postle عليهم وعلى أي شخص فقد عقله وأصبح عصبي جدا وتسبب بضرر كبير للناس من حوله فعلا حاجة خوف وعشان كذا منعوها لأنها شيء حقيقي صار وآخر لعبة معنا هي اللي هي اللعبة اللي واحدة من الألعاب اللي تسببت في وضع التصنيف العمري في الألعاب كلها هي لعبة Mortal Kombat لعبة غنية عن التعريف وأيضا كانت أحد الألعاب زي ما قلنا في السبب الرئيسي في وضع منظمة تقييم العمري أو ESRB والسبب يرجع للوحشية اللي كانت فيها من الفتاليتي والدموية المفرطة فيها وقته وأيضا سوينا فيديو كامل يحكي عن قصة ولاد تصنيف العمري تكن تشوفونا في قناتنا لايفوتكم وهذه كانت الألعاب لسببت في الجدل أتمنى أن تكون أعجبتكم وإذا تابعون أيضا جزء ثاني لها عطونا لايكات وارونا حماسكم ونجيلكم ألعاب ثاني ترى في ألعاب كثير ثانية غير هذه تسبب بالجدل ومشاكل في عالم الألعاب كما أكفت الشيحة يأتيكم العافية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر